الموقف اللي انت عملته النهاردة ده موقف بطولي معانا ان انت راجل بجد ودي حاجة مش كتيرة اليومين دول جدع يا عامن انا عارف مين اللي سرقني على فكرة كداب بس ما كانش ينفع اول غير اللي قلته اصل الاسف صحب مش بقولك ان انت راجل ما تزعلش من اللي عمل كده يا عامن اكيد عنده قسمته وانا بحاول اشتغل دلوقتي ان انا احلله قسمته دي عشان ما يتكررش تاني تعيط ليه دلوقتي لسه بنقول ان انت راجله تعالي 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 ايه ابن ابوك لما يعرف الحقيقة هيتبقها بيك الرجول يا عامن انك انت تسطر الناس مش تفضحها اوعى تندم على موقف الرجول انت عملت في حياتك وابوك سبولي انا اقول له الحقيقة وهتشوف هيتبقها بيك ازاي وهيفتخر بيك ازاي ونبخد يا سبول انا ما تبعش ومخسرش شكرا ومخسرش شكرا ايمن شكرا ازاي يا دكتور ازاي كم سفادوا فضالي فضالي اه اه بصوا احنا كلنا عايزين بصراحة نيجي نعتذر لك يعني على اللي حصل معاك النهاردة كين كلكو بقى ما انت جاء الواحد كوان لا اهم وكلهم عايزين ييجو بس انا اللي جيت دي ولاكي حاجة ولا تحبي نرشب حاجة في حدنا تزاي بتغل الأمور بالبساطة دي يعني لو واحد تاني كان حصله نفس اللي حصل لك ده كان عامل مصيبة ياما دا اتعرست بولي قدينة بنحاول نعمل اللي نقدر عليه ونلصم المدرسة مش نقصها مسفادوا المدرسة مش نقصها المدرسة مش نقصها قولي انت من اغرب الناس اللي نعملتها في حياتي اقولك انا على حاجة قولي انا حزينة ليه؟ يحطي قطي يلا نشرب حاجة يلا متسكل متسكل؟ يلا بنتي يلا بنتي يلا بنتي يلا بنتي عالباصل يلا